السلام عليكم و الرحيم و أرحبكم متابعين على عن blacksacan piano and Linux مما كن النجاح نقطعت القناة ماذا أج reserv guys أجبت لكم توزيع صند او اس سنت او اس ينجب سنت او اس سنت او اس سنتك و التربيت سية قليل سنتسخدم الى ٣ فقلت اجبر نفسي شرح لكم هي عشة نستخدمها فتوزيع هذه لا استخدام مخصص وهو استخدامه كسيرفر فهي جميلة جدا استخدامه كسيرفر طبعا المميز به زي ما قلت لكم انه سيرفر فلما تجي تنزل توزيع مثلا تحصل انه فيها اشياء خاصة بالقواد المجاهز على طول بتعطيك اياه كده هم شيل مدير شيل وعد عبه فهذه المميز بالتوزيع التوزيع زي ما قلت لكم المميز به غير هذا انه وبريع ردهات اصلا وردهات معروفة بموضوع الخوادم انه غطت على هالموضوع من ناحة شهادات ومن ناحة انه الشركة اللي فخمة من ناحة السيرفرات وتقديم خدمات الويب لو فكرنا شوي في خوادم كثيرة تستخدم سنتو اس شخصيا انا تقريبا في اواخر الشركات اللي تعاملت معها بالانترنت فحصلت انهم استخدموا سنتو اس سنتو اس جميلة زي ما قلت لكم واذا بتوجه كخادم ويب تطلع معك حلاوة الاساسيات اللي راح امشي عليه انه راح نتركز على موضوع انه سيرر يعني ما بنستخدم سنتو اس كدسكتوب ممكن استخدم كدسكتوب على راحتك ممكن عادة جدا صنيفة واجهة رسومية راح نكون في خلط ما بين سطر الاوامر الواجهة الرسمية يعني ما بيكون سطر الاوامر كله عشان ما نمل خلاص حنا بوقت وصلنا الى الواجهة الرسمية زين ولكن لانه سطر الاوامر مهم للتعامل مع التوزيع عن بعد عن طريق السكيورشل فشي جميل جدا اكتفهم سطر الاوامر سنتدخلك اختبار ردهات اللي اسمه ردهات اللي اسمه R-H-C-E ممكن ما اغطي جميع النقاط الخاصة بالR-H-C-E ولكن ممكن تخترح لي حاجة معينة لانت كمشاهد تقول الشغل الفلانية مهمة بالاختبار هذا يعني ما كنتم راه لها وشوف القصة وحطها لكن في حاجات معينة بتخطيها باتكلم عانا بالاختبار زي مثلا الاختبار بيتكلم عن المصادر الحرة كلام نظريك طويل عريض ما راح تكلم عنه راح تكلم عن الشيء العملية الكلمة النظري بكون تقدر تاخذ الحالك وتدرس على راحتك بس هذا اللي عندي استعدوا للتوزيعة تحت في رابط خاص لتحميل التوزيعة ويحصلوا على توزيعتك يا عزيزي واستعدوا لانه مدرس القادم راح تكلم عن هذه التوزيعة الجميلة لا تنسى قبل تجي جيبلي معك شاهي